أكدت وزارة الأشغال أن نسبة الإنجاز في مشروع المرحلة الثانية من إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 228 في منطقة البسيتين بمحافظة المحرقة بلغت 55% وأشارت الوزارة إلى أن عمال تنفيذ المشروع تسير وفق البرنامج الزمني المخطط له وأوضحت أن المشروع يجتمل على توصيل عدد من المباني التجارية والبيوت السكنية بشبكة الصرف الصحي إلى جانب إنشاء خطوط صرف صحي رئيسية بطول 3 كم و900 متر بالإضافة إلى إنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 938 مترا كما يتضمن المشروع إنشاء 154 غرفة تفتيش وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة لمواكبة التوسع والتطور العمراني ترجمة نانسي قنقر